السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديري ستودانس من السلطة الأولى سيكوندري أجريكولتشورل سكول طلابي الأعزاء أهلا بكم ومرحبا من الصف الأول الثانوي التعليم الزراعي معكم النهاردة مستر محمد الفرارجي إن شاء الله هناخد مادة اللغة الإنجليزية النهاردة We are in the second episode دي الحلقة الثانية وزي ما قلت حاركم في الحلقة الأولى اللي أنا هنكمل المراجعة اللي إحنا أخدناها وإن شاء الله الحلقة ديت المراجعة تبقى برضو تبقى للمواصفات لآخر تعديلات المنهج ومن خلال طبعا البرنامج أدعو حضرككم طلاب حبيبي وأولياء الأمور وناخد الحلقة دي وبحب اللي أنا أطمنكم إن المواصفات سهلة كل المواصفات تعريبا وكل الأيتمز في الامتحان هو متعدد اختيار من متعدد فطبعا دي فرصة حلوة جدا اللي إحنا إن شاء الله نتفوق ونجيب الدرجات النهائية نبدأ بقى إن شاء الله بإذن الله أنا أريد أن تكون جميع المواصفات أنا أريد أن تكون جميع المواصفات ونحن نبدأ ونبدأ الأستثنائية اللي إحنا فيها والكورونا فيروس وأعرف أن طبعا أنتم محتاجين طبعا مراجعة شملة على مواضيع المنهج فإحنا ناخد أخر مواصفات ديات بس بارد من خلالها النقط الرئاسية في المنهج لذلك من أخير هذا المنهج في نهاية الحلقة دي إن شاء الله يا أولاد سنجد بعض المفيدة بعض المفيدة بعض المفيدة بعض المفيدة وعض المفيدة ومعا أنها ستكون مفيدة ومفيدة لكم أتمنى اللي هي طبعا تبقى مفيدة الحركة وإن شاء الله تبقى وافية ونحقه هدفنا إن شاء الله لنبدأ مع بعض المفيدة دريب إرغيشن هذا هو الأول دريب إرغيشن طبعا كلكم عارفين وكنتوا شاطرين جدا مع الحلقة اللي فاتت عارفين يعني إرغيشن دي النون اللي هي الاسم من الفيرب الفعل إرغيت بمعنى أيوه أما نشوف المثال اللي تحت ده هنعرف معنى هاي دريب إرغيشن يبقى دريب إرغيشن يعني يا بأولاد برافو عليكم اللي هو الري بالتنقيت الري بالتنقيت وطبعا دريب إرغيشن ده طريقة شائعة جدا في مصر أوكي نشوف الكلمة تانية The next one سبرينكلر إرغيشن سبرينكلر إرغيشن طبعا إرغيشن يبدأ نوع تاني من الرأي وهنشوف معنى عباء In this method In this method method حبيبي يعني الطريقة The way of irrigation في الطريقة دي في الري سبرينكلرز اللي هي المرشات أدوة الرأيشن شوفينها ديت سبرينكل ترش طبعا دي الفيرب يعني بترش المية على المحاصيل كلها طيب يبقى ده بقى اسمه الريب إيه أيوة يبقى الري بالرأيش يبقى واخدنا كده نوعين من الري الأساسيين في مصر الري الأولاني اسمه والري بالرأيش اسمه سبرينكلر إرغيشن The next one Pumping station Pumping جامل الفيرب يعني أيوة يعني يضخ Pumping station Pumping Station makes water Flow constantly يعني محط الضخ أيوة محط الضخ سواء مياه أو محط الضخ المياه بتجعل المياه flow constantly خلي بقى لكم الفعلة make ده عشان طبعا ملقى فعلة اللي هتناولها النهاردة سواء تاخد حرف جار أو لا ويأتبهها الفيرب الفعلة شكله ايه فعلة make Okay Efficient Efficient What is efficient Efficient ممكن تصف عاقل أو غير عاقل فما نقول Especially of a system or machine يعني على وجه الخصوص ممكن نصف a system يعني نظام في شركة أو مزرعة أو آلة اللي هي بتعمل بكفاءة أو نظام ناجح يعمل بكفاءة أو شخص كفء يعني نقول Especially of a system or machine achieving maximum productivity with minimum wasted effort or expense يعني نظام بيحقق maximum productivity يعني إنتاج عالي جدا مع minimum wasted effort or expense وأقل تضيع للمجهود والمصاريف أو التكلفات فطبعا نقول علي Efficient Efficient Okay Composed Composed What is Composed طبعا نحن عارفين أن أسمدة طبعا كلوك عارفينها أسمدة يعني أي واحد أسمع برافاليكو أسمدة يعني Ferturizers فا الكمبوست دوت عبارة عن إيه نوم الأسمدة uses decayed organic material used as plant Ferturizers يعني الفارمر المزارع بدل ما يرمي الواستس اللي هي الفضلات أو المخلفات بتاعة الزراعة ففي Efficient Farmer المزارع الكفر بيستخدم الفضلات ديت وبيحطها in a pen في أوعية containers وتبقى ما تتحلل بقى بيستفيد بها في اللي هو يعمل Composed يبقى Composed تعرفنا اللي هو سماد بس غالبا ما بيبقى سماد عضوي أو طبيعي أوكي طعب عندنا الverb to get rid of waste by verb get rid of معناها طبعا ديت صورة المانجلة فدي طبعا اسمها vice أو get rid of معناها يتخلص من ما قالك never get rid of waste by burning it as it pollutes the environment never get rid of waste by burning it as it pollutes the environment يعني لا تتخلص أبدا وده طبعا عارفين دفع الأمر وممكن في الأمر المنفي اللي هو negative imperative اللي احنا نبدأ بـ never لا تتخلص أبدا من المخلفات by burning عن طريق حرقها لبـ as it pollutes the environment لأنها بتلوث environment يعني البيئة طبعا salesman 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 to any ranch or farm في أي مزرعة فطبعا بـ بـ شخص مسؤول على التصويق أو وحنا كمان salesman معناها زي ما نشوف كده a man whose job involves selling or promoting commercial products either in a store or visiting locations to get orders يعني هو الشخص اللي وظفته تتضمن اللي هو يبيع أو يروج لي commercial products اللي هي المنتجات التجارية either إما in a store في سوا في محل or visiting locations to get orders أو الزهاب طبعا اللي هو ياخد الطلبات عشان يسوا يبقى أنتو كلكم عرفتوا برافو حبيبي برافو عليكو اللي هو معنى ايه very good اللي هو سيلزمان البائع أوكي لانفل لانفل زي ما حاركوش شايفين كده إن طبعا إن في بعض الناس أو بعض أصحاب المزارة اللي هو بيتخلصوا من get rid of the west by burying it burying them in لانفل يبقى زي get rid of the west by burying it in لانفل يعني بيرموها في شق في الأرض كده أو حفرة في الأرض فطبعا a place to dispose of refuse and other waste material by burying it and covering it over with soil يعني طبعا بيرموها كده و cover it بيغطوها والسويل and of course this is a very very harmful way it harms the soil طبعا دي بالضور جدا بالطربة الزراعية فده مقلب نفايات أو مكب إلى مكب نفايات اسمها landfill 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 أوك أوك rubbish bin rubbish bin rubbish bin طبعا ما الصورة عرفتوها اللي هو طبعا صندوق القمامة you should throw letter in the rubbish bin you should you should وهنا قد should النهاردة برضو من الأدوات model verbs of to give advice الأفعال النقصة اللي بنوها عليها to اسمها model verbs to give advice يعني you should ينبغي اللي انت اللي احنا through letter in the rubbish bin اللي احنا تخلص أو نلقي بالقمامة في سلة المهملات أو سلة القمامة إذا انتم شايفين سلة القمامة agricultural projects agricultural projects agricultural agricultural دي الأدفورت adjective اللي هي الصفة من agriculture 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 معناها أيوا الزراع اللي هو قسم اللي انتم فيه projects طبعا اللي هي أيوا براف عليكم اللي هي المشروعات يبقى agricultural projects help to solve the problem of unemployment agriculture agricultural projects help to solve the problem of unemployment اللي اسمها إبقى أيوا المشاريع الزراعية معنى جملة بتاعتنا إبقى إن المشاريع الزراعية دي help بتساعدنا to solve حل the problem the problem of unemployment problem معناها مشكلة unemployment معناها إيه يا أولاد أيوا مشكلة البطالة يبقى يبقى طبعا very useful when we do agriculture agriculture projects so let's to go through the new specification and the first item أول سؤال الأولاني أول سؤال في الامتحان هيبقى about MCQ questions يعني سؤال اختيار اختيار من المتعدد multiple choice questions و هناخد فيه إن شاء الله هتلاقوا 10 sentences يعني عشر جمل and you're going to choose from A, B, C or D طبعا العشر جمل دولت هيبقوا متقسمين متقسمين كالتالي إن 5 sentence on vocab خمس جمل على الكلمات اللي عندوك في المنهج تم الأول و خمس جمل على structure or grammar okay let's see the first question when you see choose the correct answer from A, B, C or D this will be 5 marks okay read كده نره land needs a lot of water to make it space land اللي هي الأرض bravo needs a lot of water to make it يعني الأرض أولاد ليه بدي معناها تحتاج تحتاج إيه؟ عشان تخليها desert desert طبعا معناها سحراء ولا saline saline يعني ملحة tomicet ولا rocky ولا fertile طبعا الأرض بتحتاج water أيوه المياه عشان تخليها fertile يبقى fertile بقى أنتو خمينتو بمعناه برافو عليكو اللي هي عشان تبقى خصبة very good two do usually get up at seven o'clock do usually get up space do usually get up at seven o'clock طبعا في المكان الاسبيس ده هيبقى مطلوب إيه؟ الاجابة at seven o'clock في مكان الاسبيس ده طبعا هيمطلوب question word والquestion word أولاد معناها أدوات الاستفهام وكل أداة من أدوات الاستفهام ديت طبعا لها معنى وبتسأل على شيء معين فاحنا طبعا عارفين ان what معناها ما أو ماذا بتسأل على شيء where أين بتسأل على المكان when متى بتسأل على الزمن which أي أو أيهم whose بتسأل على ملكية معناها ملك من who معناها من للعاقل بتسأل على العاقل how يعني كيف وساعة هو طبعا بتسأل على المواصلة وحالة الإنسان how many how many يعني كامل عدد how much كامل ثمن how old كامل عمر how high كامل ارتفاع how often كامل عدد المرات نقول how often how often what kind يعني ما نوع طيب يختلف طبعا اه اختيارنا لل question word هل تستفهام according to حسب طبعا الإجابة لازم بص الإجابة هنا الإجابة قالك at seven o'clock يبقى at seven o'clock كده بتسأل على ايه زمن يبقى الإجابة يبقى شاطرين أيوا برافو عليك very good يبقى when يبقى when do you usually get up يعني متى أنت عادة get up يعني بتساخذ الإجابة at seven o'clock وإحنا طبعا من خلال طبعا السؤال ده احنا بنقول هنوضح طبعا حاجات ده في الجرامرة عندنا وطبعا انتو عندوكو how to form question انذا في زمن ايه ده بقى يلا عشان احنا خدنا الحالة فاتت نراجع تاني في زمن ايه عندنا في السؤال زي من شايفين هنا do عندنا do وبعد do في subject اللي هو you file usually علامة أو تعبير من تعبيرات الزمن مهمة جدا وكتب كتب الفال في pair infinitive يعني في المصدر تكوين السؤال هيبقى في زمن ايه بقى برافا عليكم ده في زمن present simple اللي هو المضارع البسيط طيب المضارع البسيط بقى نيجي نشوف تكوين السؤال بتاعنا تكوين السؤال اي سؤال بيتكون يا حبيبي number one يبقى ده question information number one بيتكون زي ما احنا شوفنا كده من question word question word يعني عادات اللي استفهم two بعد كده بيجي auxiliary auxiliary عادات السفهم اللي احنا قلناها الوقتي اللي هو what or where or how or whatsoever number two become an auxiliary auxiliary يعني الفعل المساعد والفعل المساعد ده ممكن يبقى verb to be am is are verb to have او was where اه سوى حسب بقى الزمن verb to have have has or had verb to do do or does or did او اي model verbs الافعال النقصة برضو ممكن تيجي كفعل المساعد المودل verbs اللي هي will would وشال وشد وكان وقد ومي وميت ومست دي افعال نقصة طيب ممكن تيجي او يبقى دي استفهم فعل ومساعد ماشي subject subject يعني فعل يبقى دي number three وده number two اه الفعل بقى ممكن حبابي يجي اسم او ضمير يعني ممكن يجي اسم محمد احمد علي او ممكن يجي ضمير زي اي وهي وشي وات وي وزي ويو او ممكن طبعا الاسم عاقل او غير عاقل يبقى دي استفهم فعل ومساعد فعل المين verb يعني فعل مين verb اللي هو الفعل الاساسي اوكي وبعد كده بيجي compliment compliment بقى number five compliment اللي هي تكملة السؤال ممكن يجي فيكم compliment او لا طبعا الظرف او صفة طيب هنيجي مثال كده يعني ماجه نقول مثلا where does علي go yesterday go everyday everyday لانه يعني اين يذهب علي كل يوم طيب يبقى where هنا دي بقى number one اللي احنا قلناك question word okay where يبقى دي question word اللي هي اداة اللي استفهم بتاعتنا okay does اللي هو الفعل المساعد زي ما قلنا علي اللي هو السبجكت الفاعل go اللي هو زرف هنا زمان يبقى نرجع بقى لجملة بتاعتنا يا شباب نرجع لجملة بتاعتنا حبابي يبقى عشان هنا قلنا وين عشان فينا وحدة بتنسألة على الزمان في الإجابة at seven o'clock وجاء بعدها do you usually طبعا usually جاءت هنا بتسبق الفعل الاساسي لان دي adverbs of frequency يعني اه ظرف احوال ازرف تكرار فطبعا بتيجي دي من علامات برضو كلمات يتدلع present symbol اوكي وقلنا طبعا present symbol عشان الفعالين مساعدين بتاع present symbol do and does طيب number three you mustn't space useful things because we can use them again we mustn't space useful things because we can use them again خدنا احنا بقى mustn't اه وطبعا المرة فاتت قلنا بتستخدم ل prohibition يعني المنع اه لا يجب اللي احنا ايه بقى useful things because we can use them again بعد بتستخدم النصيحة قوية جدا ايوه يبقى we mustn't يبقى برافا عليكم throw away throw away معناها نلقي اللي يجب ان نلقي بالاشياء المفيدة عشان لاننا we can ممكن استخدمها مرة اخرى فوق فاطمة فاطمة doesn't space papers فاطمة doesn't space papers papers اللي هو الفلفل يبقى فاطمة طبعا دي نفي دي نفي في ايه بقى اولاد في زمن ايه very good دي طبعا نفي في زمن برافا عليكم اللي هو present symbol المضارع البسيط اللي سألينه طب وانا قلت الفعلين المساعدين بتوع present symbol اللي هو do do does دي وقلت وقلنا طبعا شكل الفعل اللي يدبع do does بيبقى شكله يا حبيبي هل هو في first conjugation of a verb or second conjugation of the third one تصريف التالب برافا عليكم هو طبعا بيبقى في يعني الفعل في المصدر مصدر الفعل اللي هو الفعل بدون اي اضافات اوكي فطبعا اللي اختار هيبقى ولا likes ولا liked ولا liking طبعا زي من تعرفين وانتو كلكم شطرين طبعا ان ال infinitive الفعل في المصدر هو like يبقى فاطمة doesn't like papers فاطمة doesn't like papers اوكي the next one where space to protect your hands and lungs when you are spraying chemicals where space to protect your hands and lungs when you are spraying chemicals where space to protect your hands and lungs when you are spraying chemicals spraying chemicals طب عندما تقوم برش المبيدات طيب لفظ القفازات اللي وجه وانت ولا we mask mask ماسك اللي هو الكمامة طبعا انت طبعا هو قالك بقى في السؤال اللي انت ارتديها in order to علشان تعمل اي بقى to protect اللي انت تحمي to protect هنا your lungs lungs يعني الرئتين and your hand فطبعا مرتبط بالرئتين والهاند اي بقى very good اللي جابها تبقى طبعا gloves and mask لان طبعا gloves يعني الكفازات وماسك اللي هو الكمامة عشان تحمي الرئتين من الدخان السام او الدخان الدار اللي بيخلفه spring اللي هي كيمويات very good طبعا your space park your car here or you will be find your space park your car here park يعني تركن your car here or you will be find find يعني تدفع غرامة هنشو بقى ال options بتاعنا you mustn't park your car here or you will be find ولا must ولا should ولا shouldn't طبعا احنا قلنا ان must بتستخدم في the necessity the obligation والالزام مع حاجة اسمه have to بس احنا معنا must في الترم الاول we should we shouldn't must must should طب الفرق must بقى بتستخدم في ايه must طبعا بتستخدم في القواعد والقوانين يعني زي ما اقول مثلا you must stop when the light is red يعني يجب ان تتوقف عندما تكون الاشارة حمراء دي طبعا قاعدة او قوانين ما نخلفهاش وبتبقى قاعدة عامة you must وطبعا must بتعبر عن الزام داخلي من الشخص ينبو من الشخص زي ما انت مثلا عملت خطأ وبتعاتب نفسك وبتقول i must tell my mom about the mistake i made يعني لازم طبعا من داخلك اللي انت لازم تقول عن المستق خطأ او حاجة عملتها وبرضو must بتيبي في المناسبات لو انت عايز تحتفل بعيد ملاد مثلا صديقك بتقول i must get a present to my colleague or my friend مست برضو بتيجي في حالة الدعوة القوية زي ما مثلا يبقى عندك ضيوف وتقول لهم مثلا إبقى تعالوا زرنا تاني يتقول you must come round and visit us again دي عند الدعوة الحارة اللي هي invitation strong invitation مست طبعا زي ما احنا قلنا طيب نجبها لي mustn't mustn't بتعبر طبعا دي منع prohibition من must و بتعبر عن when something is forbidden يعني شيء محرم او ممنوع اما قالوا you mustn't you mustn't touch infected birds يعني لا يجب اللي انت touch يعني تلمس infected birds يعني الطيور المصابة طبعا دوت لانه ايه شيء خطر and and you mustn't you mustn't park your car here and you mustn't park your car here برضو لاجب اللي انت ترك سيارتك هنا طبعا لانه طبعا تتعرض للمخلفة فطبعا انت بتبقى مع القواعد المررية and strong instructions طيب بالنسبة لل should و shouldn't should بقى بتستخدم في ايه should بتستخدم في when you want to give advice يعني عايز تدي نصيحة لحد مش هتتضرر مثلا لو مانتعش بس هي برضو نصيحة يعني ما تقول واحد you should study your lessons you should brush your teeth وطبعا should we must or shouldn't و mustn't طبعا بيقى بعضهم الفعل في المصدر البير infinitive shouldn't طبعا should نفيها shouldn't زي ما اقولك مثلا you shouldn't you shouldn't stay up late at night مقولك you shouldn't eat junk food يعني لا تأكل طعام junk food يعني الطعام اللي هو اللي بيتباع في الخارج اوكي you should eat healthy food يجب اللي انت تأكل healthy food يعني الطعام الصحي فدي طبعا فرق بين الضرورة او القاد وقارين بتاعت must و النصيحة بتاعت should و shouldn't طب حبيبي نرجع المثال بتاعنا use this park your car here or you will be find دي بقى ايه دي نصيحة ولا انت بتعبر عن ضرورة او اه او منع او تحريم شيء ايوه يبا احنا ايه بنمنع شيء اجين اتزالو حاجة ضد القانون فنستخدم ايه very good mustn't يعني لك you mustn't park your car here or you will be find و الا هتتغرب طبعا the next one farmers make cheese and butter in the farmers يعني الفلاحين المزارعين make cheese and butter in the بعملوا cheese cheese اللي هي الجبنة and butter butter اللي هي الزبدة in the greenhouse the storehouse chicken shed و الا very good very good يبقى نقول ايه والكلمة الاخيرة يبقى على فكرة dairy احنا صححناها وقلنا طبعا نوهنا اللي مفيش حاجة اسمها diary دي مفكرة عشان بنغرط فيها تملي طيب ايه طبعا المزارع في المزارع بيعمل دي طبعا منتجات البان او معمل بيعملها في معمل البان يبقى اخدنا الحصة اللي فاتت وانا متأكل انتوا لسا فاكرينها اللي هي بابا ايه في معمل الالبان اللي هو يا حبايبي very good in the dairy excellent eight it is a space flower its a space flower يعني دي زهرة ايه با white big lovely flower فلاور or white lovely big flower ولا big white lovely ولا lovely big white الصفات بقى حبيبي الصفات ليها ترتيب يعني هي عما تيجي كزا صفة وراء بعض ماشي الصفة طبعا في الانجلش أنواع صفات في الانجلش نتعرف ع الصفة الأول الاجكتف الصفة في الانجليزي هي دايما الكلمة اللي بتوصف الاسم عكس الأدفرب الأدفرب الزرف هي الكلمة اللي بتوصف الأكشن الحدث أو بتوصف الصفة يعني بمعنى يعني ما جا أقول لك مثلا يعني هذا تراكتور يعني هذا تراكتور التراكتور اللي هو الجرار فوصفت الاسم فطبعا انت ما وصفت الاسم يبقى نقول على سلو دية ايجكتف ايجكتف يعني صفة برافا لكم طيب وملاحظين ايه كمان ان الصفة ديت يعني بتيجي بعد آم وإزوار غالبا يعني مشو كل أحيان قلنا ممكن نقول مثلا طيب لو احنا قلنا this تراكتور moves slowly ليه بقى قلنا سلولي لان هل التراكتور ده سلولي وصفت moves الاشم هل سلولي وصفت الاشم اللي هو حركة التراكتور الجرار ولا وصفت الجرار ذات نفسه ايوة يبقى وصفت الفعل فطالما كلمة وصفت الفعل تبقى دي حاجة اسمها adverb adverb يعني الظرف اوكي طيب يبقى ايزا الظرف وصف الفعل وتبع الفعل يبقى نرجع تاني للصفة بتاعتنا للصفة احنا قلنا ان الصفة بتيجي بعد وممكن الصفة في الانجلش طبعا تسبق الموصوف الاسم يعني شوفوا الجملة دي اما اقول لك نقول سلوة 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 is a kind girl يعني سلوة بنت kind يعني عطوفة فطبعا kind هنا وصفت ايه kind جات قبل girl جات قبل girl جابت قبل الاسم وعشان توصف girl فالصفة في الانجلش في بعض الاحيان بتيجي تسبق الاسم طب هنا كانت صفة واحدة افرد في الانجليزي في جملة جاء قبل الاسم اكتر من صفة ممكن في الانجلش وارد جدا يجي اكتر من صفة فليها ترتيب وليها نظام معين فلو الصفة الاسم سبق اكتر من صفة ترتيبها بيبقى بقى طبعا متقسم فيما يلي الاول بنبدأ بالرأي بتاعك رأيك عن هذا الشخص او الاسم وبعد كده size وبعد كده color يعني opinion وبعد كده size الحجم وبعد كده color ففي الحالة دي هنستخدم ايه يا ولاد هل white big lovely ولا white خليباك white ده color وبيج ده الحجم size ولو اللي هو opinion about it فطبعا لا احنا ده مش الترتيب بتاعنا ولا white lovely big or big white lovely ولا lovely big white ايوه الحل ايه بقى انا سمعوا الحل برافو عليكم فعلا اللي يا lovely يبدأ بlovely يعني رأيك الشخص بتاعك وبعد كده color white white يبقى the next one we use tractors we use tractors for tractors يعني بقى لسه انا في المثال الوقت في الشرح ايوه اللي هو الغرارات carrying heavy things pulling trailers cutting things recycling waste يس we use tractors for what طبعا القرار بيستخدم هل carrying heavy things يعني هي مش وظيفته الاساسية مش المين طبعا job أو المين function بتاعه اللي هو carry heavy things ولا pulling trailers or cutting things طبعا cutting مسابعدة جدا يعني برضو عايزين نفكر وين ننظم تفكيرنا جدا تفكيرنا قوي خصوصا السؤال بتاع multiple choice اللي احنا الاول نبدأ بالحاجات اللي نستبعدها أو غير منطقية يعني مش معقول طبعا tractor used for cutting things cut طبعا كلك عارفين cut كلك عارفين معنا قطع الأشياء ولا recycling waste recycling يعني عادة تدوير أو عادة استخدام المخلفات طبعا ده لا هل carrying heavy things ولا pulling trailers طبعا المنطقي إن القرار بيسحب أو يقر trailers بقى معناها إيه وإنها الحصة اللي فاتف أما شوفكم شاطرين بقى trailers معناها إيه bravo عليكم معناها المأطورات يبقى الانسر هنا يبقى we use tractors for pulling trailers let's see 10 the last one space overalls to stop your clothes from getting dirty space overalls to stop your clothes from getting dirty wear or war worn wears طبعا في الموضع دوت في البزيشن ده بتاع structure بتاع الجملة ديت مطلوب هنا وطبعا زي ما شايفين كلهم verbs أفعال we in different conjugation من الفعل wear طبعا معناها أيوة where يرتدي very good يعني عايزين نقول إيه overalls اللي هو overalls اللي هو الثياب بتاع العمل اللي بنلبسه عشان الثياب لا تصاب بشوائب to stop your clothes from getting dirty عشان تمنع تفضل سيابك يعني تمنع اللي هي طبعا ما تبقاش نضيفة أو تتلطخ بأي شوائب فطبعا هنا مفروض اللي احنا دي بند instruction أو order ففي الحالة دي بناخد الفعل في الأمر الأمر أو حاجة اسمها imperatives imperatives يعني الفعل في الأمر طب تعالوا تعالوا كده حبيبي نشوف شكل الفعل في الأمر إيه يعني هل هو طبعا نحن عارفين forms of the verbs أشكال الأفعال سواء التصريف الأول ولا التاني ولا التالت بس هو دي أشكال الأفعال طيب الأمر بقى وضع إيه أو أي شكل فيهم ونتخيل مثلا فعل زي open open فعل regular فعل منتظم كلكم حافظينه سهل جدا التصريفات بتاعته open opened ده الماضي طبعا التصريف التاني وتصريف التالت opened طيب الفعل أولاني بيبقى طبعا في تاني في ده فين بقى الأمر في الأنجليش الأمر في الإنجليزي هو نفس شكل بيبقى نفس فعل في المصدر يعني open دي مضارع برضو ونفي يعني ما أقولك مثلا open the farm gate for example يعني افتح بوابة المزرعة ففي الفعل هنا أمر wash your hand after you spray the crops يعني اغسل إيدك بعد you spray the crops بعد أما ترش crops المحاصيل فالفعل الأمر هو نفس فعل التصريف الأول زي present بس طبعا ما بيتضفلوش present ممكن تحط له s لو سبعة واس مفرد هي أو شوئت بس الأمر ما بتحطلوش آه أي إضافات suffixes أوكي طيب آه يبقى هنا طبعا كلكم عرفتوه فين بقى أولا دي التصريف الأول من فعل يرتدي اللي هو where طبعا فعل تصريفاته زي ما شايفين where war اللي هو ال past آه ال past اللي هو تصريف الثالث وي عندنا where دي بنستخدمها إمتى بقى برافا عليكم هم فكروني بقى لسا إن برافا عليكم أما يجي آه يسبق الفعل he or she or it or any singular noun أو أي اسم مفرد طبعا بنحط الفعل as يبقى الفعل طبعا الحال بتاعنا where لأنه فعل أمر الجملة أمرية يبقى where overalls to stop your clothes from getting dirty أوكي the second item of the exam يعني الزي ما قلنا حبيبي النوعية التانية من الامتحان اللي هو طبعا هيجينا reading comprehension passage قطعة فهم مكونة بس من حوالي 130 كلمة و حضركوا هطيروها carefully بس بقى المرة دي ما فيهاش open ending question أسئلة عادية هيبقى هيبقى فيها عليها four mcq question اللي هو اربع اختيارات هتختار من متعدد من اربع جمل فده طبعا حاجة حلوة جدا وانا متأكد اللي انتو هتتفوقوا فيها ف reading comprehension read the following passage هيجيلك سؤال كده then answer the questions طبعا الدرجات اللي ها حساب تانية مش الحساب ده يعني مش الماركس دي نيجي بقى نقرأ قطعة وطبعا أنا قلت قبل كده كتير ان القطعة الطريقة المسلحة the ideal way or method of answering the passage question اللي احنا نحل القطعة اللي احنا اصلا لازم ما بنقراش القطعة الاول ده مش معانا ما بنقراش القطعة الاول نسيبها يعني لأ طبعا احنا بنقرها بعد اما بنقرأ الاسئلة الاول ليه بقى بنقرأ الاسئلة الاول لان احنا اما بنقرأ الاسئلة بناخد فكرة مبسطة عن القطعة او بنتوقع بنعرف شخصيات او احداث اتعملت مثلا في القطع قبل ما نقرأ القطع فطبعا ديات الاسئلة بتعمل عمل الميسر او مسهل للقطع فطبعا احنا عشان الوقت طبعا هنقرأ القطع بس طبعا تبدأوا بقراءة الاسئلة و اما بنقرأ الاسئلة طبعا لازم اول حاجة نعملها ان نعمل skimming skimming يعني حاجة اسمها اللي هي انت بتقرأ القطع عشان تعرف الفكرة العامة بتاعة القطع دي القراءة الاولى القراءة التانية بنقراها على الاساس اللي احنا بنعمل skimming skimming يعني بنعرف التفاصيل الصغيرة في القطع والقراءة التالتة اللي احنا بنطلع على الافقار بقى وبنلخص كده بألم بسيط كده بألم رصاص ايه اللي انت فهمت من الفقرة دي والفقرة ديت والكلمة الصعبة اللي اتقابلنا try to guess it from the context يعني بنخمن الكلمة الصعبة من صياق الجملة ككل بعد كده حبيبي بنطلع بقى طبعا بنشوف القطع بتاعتنا وبنشوف بقى الاسئلة وبنحاول نجاوب على القطع طيب تعالوا معنا بقى نشوف القطع دي امليون يارز اجو ايجيبت وسترن ديزرت وسترن ديزرت يعني ملايين السلين ايجيبت وسترن ديزرت الصحراء الغربية لمصر وسترن كانت مغطا ديزرت يعني الحشش بفضل الايجيبت يعني المهندسين المصريين خلوها ارض خضراء مرة تانية يعني الزراعة في مصر صعبة لان معظم الاراضي المصرية صحراء except for the Nile Delta except for معناها معادة the Nile Delta اللي هو الدلتا بتاعت النيل the only suitable land for planting is a narrow area on either side of the Nile يعني الطريقة المسلى او الملعبة لزراع هي في منطقة الدلتا براع منطقة ديئة on either side of the Nile على جانبي النيل in the past farmers used fluid and furrow irrigation that used a lot of water يعني في الماضي المزارعين كانوا بيستخدموا fluid الفيضان بيستغلوه and furrow irrigation يعني الزراعة عن طريق عمل خطوط في الأرض أو أخديد في الأرض that used a lot of water بس دا كان بيستهلك مياه كتير this led to saline soil saline soil يعني أرض ملح قد كده الأرض ملح saline soil which was unsuitable for crops ودي ما كانتش ملأمة للمحاصيل أو الزرافة المحاصيل nowadays في هذه الأيام في الوقت الحالي drip irrigation drip irrigation أيوة اخدنا في أول الحالة ايه هو بقى حبيبي أول كلمة اخدناها اللي هو الرايب ايه أيوة الرايب التنقيت replaces furrow irrigation استبدلوه أو حل لمحل furrow irrigation هو الرايب عمل خطوط في الأرض the new valley project is going to irrigate about 10 million fadans of desert waste of the nile يعني مشروع الوادي جديد ها يروي حوالي 10 ملايين fadans of desert من الصحراء west of the nile من غرب انهيل the first phase of the project will irrigate about 1.5 million fadans of desert يعني أول أول مرحلة من المشروع ده سوف تروي about 1.5 واحد ونص مليون fadans من الصحراء about one third of that approximately half a million fadans يعني حوالي تلت كلام ده حوالي كده نص مليون fadans will be in northern Sinai هيبقى في شمال سيناء northern Sinai valley بيساعد رأي الصحراء زي ترعاية الشيخ زي في مشروع ودي توشكا طيب احنا كده حبابي قرينا القطع اوكي انتفعنا تعتر الأسئلة الأول نشوف بقى الأسئلة خلو باكوا عشان في تركي لازم نركز شوية يعني من ملايين السنين طبعا يعني احنا الأحسن ما ناخدش من المامور كده ونروح تاني للقطع ونشوف الحتة اللي فيها مليون يار فين بقى الحتة دي في القطع عشان نتأكد من نراجع كده ونتأكد من الإجابة بتاعتنا قبل ما ندي الإجابة النهائية أيوة شو بقى الحتة ديت اللي هي كالحل مختلف لأن طبعا الصحراء الغربية كانت مغطة بالجراس بالحشاش فطبعا ما كانتش صحراء فطبعا which is the correct answer here إيه الإجابة صحيحة برافو عليكم برافو يبقى a million years ago Egypt's western desert was a green land land the underlined the underlined word they refers to yes they تعود على نشوف نشوف كده القنوات مشروعات الالتراع have become very important أصبحت مهمة because they help irrigate desert land فطبعا هتعيد على إيه بعرفنا برافو على الكنالز يعني هل الزراف مصر easy سهلة ولا difficult صعبة ولا simple سهلة ولا impossible مستحيل نشوف بقى نرجع أيوة دي الحتة دي agriculture is difficult صعب because most of Egypt's land is desert لأن معظم الأراضي المصرية desert سحراء يبقى الحل اللي هي difficult طلاب الأعزاء I'm afraid that we come to the end of our episode today until I see you again next time I wish you all the best ترقبون الحلقة الجاية إن شاء الله هنكمل وهناخد حاجات مفيدة جدا أتمنى اللي أنتو قضيت وقت مفيد معايا and this episode was informative and beneficial to you all so تابعوني الحلقة الجاية stay tuned كم معاكو مستر محمد الفرارجي من قنوة التعلمية التلفزيون المصري معاكو وهناخد